موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد و آل محمد شهر مبارك علينا و عليكم شهر رمضان مبارك علينا و عليكم أخوتي أخواتي اليوم سنتكلم عن السيل والنار في الثنائيات إذ هما الأعميان السيل أعمى لأنه يجرف بلا رحمة والنار عمياء لأنها أيضا تأتي فتلتهم هشيما أو غير هشيما بلا رحمة لكن نتوقف لنقول هل من المعقول أن هناك شيء لم تشمله الرحمة الإلهية أو لم يكن صورة من صور الرحمة؟ هذا سؤال السؤال المشروع الآخر هل أننا أدركنا كل صور الرحمة الإلهية حتى نصنف السيل والنار بأنهما أعميان؟ هذا سؤال آخر هناك من يدعي أن السيل هو غضب مطلق لكن أنا أقول وأطلق هذا السؤال ولكم الحكم والإجابة وفق المستدركات وفق المدارك التي يستنبط منها الجواب السليم عندما نسمع أن قوما قد ضربهم سيل فهذا يدعو إلى التفكر هل كان غضب من الله عليهم؟ أم كان سوء تقدير منهم؟ وعدم توفيق لأن يكونوا قد يعني بنائين لسدود أو آخذين لمحاذير عقلائيه؟ وعندما نسمع أن قوما قد ضربهم سيل مثلا وأعمى هذا السيل ولكن بلد آخر بلد مجاور منطقة أخرى قاموا بمساعدتهم فهذه صورة من صور الرحمة وعندما نسمع أن فلانا قد ضربت داره النار أو داره النار ونرى أن المنطقة بأجمعها قد هبت لمساعدته فهذه صورة من صور الرحمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبكم كل سوء وكل أمر شر بحق محمد وآل محمد خصوصا السيل والنار أنتم وكل البلدان الإسلامية ونسأل الله أن تكون الرحمة هي في سلامتكم ومتعلقيكم في دينكم ودنياكم لكن وددت لإشارة إلى أن هناك صور من الرحمة الإلهية قد لا تدرك بحكم مرارة الموقف لكن بعد التفكر وبعد أن تكون النفس هادئة بأخذ فرصة مناسبة من الاستغفار والتسبيح تجد أن هناك صورة من صور الرحمة في كل شيء لله الحمد في كل شيء اليوم سنكون مع بحث قرآني وروائي وبحث قصصي وبحث مهتوي وبحث مجتمعي أخلاقي سنكون دائرين في فلك واحد ألا وهو فلك الأعنياء السيل والنار أول الانتقالات سأنتقل من حرم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إلى أختي الحاجة ابتهاج في النجف الأشهر السلام على سيدي ومولاي باب مدينة العلم والحكمة أمير المؤمنين عليه صلوات ربي وسلامه والسلام على إمام وسيدي الرضا ثامن الأئمة الهدات وتحية طيبة لزميل علي السوداني وتقبل الله منا ومنكم القيامة والصيام الأعميان السيل والنار لماذا سمي السيل والنار بالأعميين لكونهما لا يبقيان شيئا ولا يذران من الخيرات إذا حلا بمكان ما أو بشيء ما وكما هو معروف قد ذكر في كتاب الله الكريم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل إذن أمرهم الله عز وجل بشكر النعمة وقد أعرضوا عن ذلك فلم يشكروا وكفروا وجحدوا نعمة ولم يقبلوا ممن دعاهم إلى الله عز وجل من أنبيائه ورسله فجازاهم الله على ذلك بأن أرسل عليهم سيل العرم وسلبهم تلك النعمة وأنزل بهم البلية فالسيل الماء الكثير الذي لا يمكن ضبطه ولا دفعه وقيل أنه كانت تجتمع مياه وسيول في هذا الوادي فسدوه بين جبلين بالحجارة والقار وجعلوا له أبواب يأخذون منه ما شاء فلما تركوا أمر الله بعث عليهم جردا فنقبه فأغرق الله عليهم جنتيهم وأفسد أرضهم وكذلك القوم الذين قالوا ربنا بعد بين أسفارنا وهذا جزاء الكفر بالنعمة وكذلك ذكر السيل والماء والنار معا السيل عفوا والنار معا في قوله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وهذا مثل ضربه الله عز وجل ليبين الحق ليميز الحق من الباطل فالحق يبقى والباطل يزول وكذلك ضرب الله مثلا آخر فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يعني قبض محمد صلى الله عليه وآله وظهرت الظلمة فلم يبصروا فضل أهل بيته وهو قول أمير المؤمنين عليه صلوات ربي وسلامه كما اجتمع أهل العجل على العجل ها هنا فتنتم ومثلكم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون مشاهدينا ننتقل الآن بكم إلى جوار الحرم المقدس للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ومع زميلته سعاد شكر موصول للزميلة ابتهاج علي اللهم صلي على وارث النبيين وابن سيد الوصيين ووالد لأمة الطاهرين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من العتبة الحسينية المقدسة نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ثنائية سأتحدث عن الأعميان السيل والنار كيف جاءت هذه المفردة الثنائية في الروايات المروية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام جاء في الكافي بإسناده عن سديق قال سأل رجل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم الآية فقال هؤلاء قوم كان لهم قرى متصلة ينظروا بعضهم إلى بعض وأنهار جارية وأموال ظاهرة فكفروا نعم الله عز وجل وغيروا ما بأنفسهم من عافية الله فغير الله ما بهم من نعمة والله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فأرسل الله عليهم سيل العرم ففرق قراهم وخرب ديارهم وذهب بأموالهم وأبدلهم وكان جنانهم جنتين ثم قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور فمن بديه أن الكفران بالنعمة يكون بالقلب واللسان والعمل فبالقلب لا يستشعر الإنسان بأهمية تلك النعمة وينطق ويقلل بلسانه من هذه النعمة وكذلك الكفران بالنعمة يكون من خلال العمل وهو طبعا التصرف الخاطئ بهذه النعمة وعلى الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على جميع النعم التي يعطيها له فيقول الإمام عليه الصلاة والسلام بشكر تدوم النعم وبالكفر زوالها فهذا من ناحية السيل أما من ناحية النار وردت كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومنها سئل أبي الحسن عليه الصلاة والسلام عن مسألة قال سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال لا يصلح له أن يستقبل النار فباب كراهية استقبال المصلي النار فعلى الإنسان المصلي أن لا يصلي في بيت النار في المطبخ أو يكون موجه أمامه في القبلة يكون هناك سراج فانوس لالة هذه الأمور التي نستعملها لأننا نعاني من انقطاع الكهرباء فيبتعد عن النار مشاهدين الكرام إلى هنا انتهت هذه الوقفة معكم دعونا نكمل بقية الفقرات وننتقل إلى العتبة العسكرية المقدسة إلى الزميلة أزهار شكرا لك زميلة سعاد السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقيكم في برنامج ثنائيات من أرض من أقر بفضلهما الحاضري والبادي غياثي الشيعة يوم ينادي المنادي الإمامين العسكريين عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن بيت الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف نقول لكم في هذا الشهر الفضيل تقبل الله صيامنا وصيامكم إن شاء الله في موضوعة الثنائية لهذا اليوم الأعميان السيل والمطر ونحاول أن نربط هذين المصطلحين بصاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام دعونا نتعرف على ما جاء من روايات من ساحة العسمة لمحمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام بعلامات ما قبل ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام هذه الرواية عن حذيف اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وخراب مكة من الحبشة وخراب المدينة من السيل الحبشة يقصدون بها هي السودان قيل أنهم لفقرهم سوف يهجمون على مكة لقربها منهم ويسلبون ويقتلون وفي كتاب علم النبي إدريس وتخرج الحبشة ويملكون الحجاز ويقلبون صخره ويهدمون بناءه هذا ما جاء في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بأن يكون خراب مكة من السيل وكذلك يعني هناك خرابات في عدة مدن وهناك سيل سوف يحصل في عدة مناء المدن مشاهدين الكرام وهناك رواية أخرى عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وقد تحققت هذه الرواية إذ قال يوشكوا أن تتداعى عليكم الأمم تداعي الأكلة على قصعتها وأنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدورهم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن من حب الدنيا وكراهية الموت إذن مشاهدين الكرام هنا يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه سوف يأتي زمان أنه الدول الغربية تجوا تحتل البلدان العربية وقبل كانوا ينظرون إلى العرب بهيبة فالله ينزع هذه المهابة من العرب فيأتون الغرب ويحتلون البلدان العربية وهذا الشيء حصل وإلى الآن مستمر وأيضا يقذف في قلوب العرب حب الدنيا وكراهية الموت إذن هنا نتذكر حديث الإمام المهدي سلام الله عليه لو أن أشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالأهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا إذن لا بد أن يجتمع الشيعة بقلوبهم لحب محمد وآل محمد مثل ما نبكي أنه تنقض حوائجنا يم إمام أو بين يدي الله عز وجل قربة إلى الله عز وجل نجي نزور الإمام ونتوسل إلى الله بهذه الوسيلة يجب أن نتوسل به بأن يظهر إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف طبعا هذه الرواية هي كانت في كتب المخالفين وتحديدا في صحيح مسلم ويقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبلي ببصرة أن يصل نورها إلى مدينة بصرة قرب الشام يوافق هذه الرواية الأحاديث الشيعية من بعض مصادر الشيعة وهناك رواية أخرى أيضا من مصادر الشيعة تقول من أن نار عدن تسوق الناس إلى المحشر أو تسوق الناس من المشرقي إلى المغرب إذن مشاهدين الكرام هذا جزء ما نقله أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بخصوص ثنائيتي الأعميان السيل والنار نسأل الله عز وجل أن نحشر تحت اللواء محمد وآل محمد وأن يعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الفضيل أنتقلوا بكم إلى الزميلة آية علاء من الكاظمية المقدسة شكرا لك زميلة أزهار السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم تقبل الله صيامكم وقيامكم وهذه وقفة جديدة وحلقة جديدة وعنوان جديد وقصة جديدة وقصتنا لهذا اليوم فيما يخص عنوان الأعميان السيل والنار هي قصة إلقاء النبي إبراهيم عليه السلام في النار فلنقرأها نحن وإياكم سوية خالف إبراهيم عليه السلام قومه وعاد آلهتهم حتى أدخل على نمرود فخاصمه فقال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت وكان في عيد لهم دخل على آلهتهم قالوا ما اجترى عليها إلا الفتى الذي يعيبها ويبرأ منها فلم يجدوا له مثله أعظم من النار فأخبروا نمرود فجمع الحطب وأوقد عليه ثم وضع إبراهيم عليه السلام في المنجنيق ليرمي به إلى النار لما أخذ نمرود إبراهيم ليلقه في النار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أخبرني أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل قال قلت يا رب عبدك وخليلك وليس في أرضك أحد يعبدك غيره قال الله تعالى هو عبدي أخذه إذ شئ ولما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار تلقاه جبرائيل عليه السلام في الهواء وهو يهوي إلى النار فقال إبراهيم ألك حاجة فقال أما إليك فلا وقال يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نجني من النار فأوحى الله تعالى إلى النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لم يعمل يومئذ نار على وجه الأرض ولن تفع بها أحد ثلاثة أيام وما سخنت ماءها فنزل جبرايل يحدثه وسط النار وقال نمرود من اتخذ إلها فليتخذ مثل إله إبراهيم فقال عظيم من عظمائهم إني عزمت على النيراني ألا تحرقه قال فخرجت عنق من النار فأحرقته وكان لنمرود مجلس يشرف منه على النار فلما كان بعد ثالثة أشرف على النار هو وآزر فإذا إبراهيم عليه السلام مع شيخ يحدثه في روضة خضراء قال فالتفت نمرود إلى آزر فقال يا آزر ما أكرم ابنك على ربه ثم قال نمرود لإبراهيم أخرج عني ولا تساكني وبفضل الله سبحانه وتعالى نجى إبراهيم عليه السلام من النار فرحمة الله وسعت كل شيء والله لا ينسى عباده أبدا مشاهدين الكرام انتهت وقفتي معكم أنتقل نحن وإياكم من العتبة الكاظمية إلى العتبة العباسية مع زميلة زينب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد سمكانية الثنائيات تنتقل وإياكم من العتبة الكاظمية شكرا للزميلة آية حلا شكرا لبقية زميلاتي وشكرا للزميل علي السوداني وإلى مثل ما تشاهدون ضريح أبا الفضل العباس سلام الله عليه والأعميان السيل والنار هاتان مفردتان التي تعبران على الأشياء التي تنجرف بسرعة وبقوة شديدة وكيف بأنها تأكل كل شيء وتحول كل شيء من صالح إلى طالح فالسيل ممكن أنه لما يكون هناك ليس فقط السيل المائي الذي نعيشه جغرافيا سيل الأفكار سيل التوجهات السيل العقائدي سيل في التربية سيل في الطباع قد يكون حتى والنار والنار أيضاً بذات الوقت النار التي تأكل كل شيء وتحول كل الأشياء إلى رماد معين يحول منهم من حولها من الأشياء العادية الصحيحة الجيدة إلى رماد إلى هباء مثوراً كيف نسيطر على السيل والنار وكيف نحصن أنفسنا وننقذ أنفسنا من الأعبيان لهما السيل والنار السيل الذي نشهده في الوقت الحالي لا أقصد به السيل المائي الذي نتعرض إليه ويصنعون تلك السدود حتى لا يكون هناك سيلان في المياه حتى لا تكون هناك إفاضة زائدة على بعض الأراضي الزراعية حتى تؤثر عليها ما أقصد به بدقة عالية السيل الفكري والعقائدي والتربوي والروحي لبن البشر الذين ابتعدوا كثيراً عن الأسباب الحقيقية من وجودهم في هذه الحياة وقد فقدوا مع الأسف الشديد البعض منهم الصفات الإنسانية حتى تحولوا إلى أشياء تتشابه جسدياً مع بني البشر ولكن ذلك السيلان الذي قد حولهم من الصفات الطبيعية إلى شيء آخر قد يكون بسبب المال أو قد يكون بسبب الطيشان أو قد يكون بسبب الأشياء التي قد أعميت أفكارهم وبصيرتهم عنها لسي المولى عز وجل بحق نافذ البصيرة بل فضل سلام الله عليه بأن يعطي كل مننا شيء بسيط من البصيرة حتى نبصر ولا نبقى في هذا العمى كذلك النار التي تأكل كل شيء صالح وتحوله إلى رماد ولا تنسون بأنه العصبية المفرطة هي من أول العلامات التي قد تؤدي بك بأنه تتحول أنت إلى رماد وتحول كل شيء من حولك إلى رماد وإلى شيء محترق لا فائدة من وجوده وقد يأخذ الكثير من الوقت حتى يعود مثل ما كان ولا يعود كما كان مئة بالمئة انتقالتي القادمة من كربلاء المقدسة ومن ضريحة بالفضل سلام الله عليه وبالتأكيد لم ننساكم بالدعاء وصالح الذكر لكم ولأهليكم ولذويكم أنتقل إلى زميل علي السوداني وضريح الإمام سلام الله عليه غريب طوس أنيس النفوس الإمام الرضا روحي له الفدا إن شاء الله يأنس نفوسنا ويقينا من السيل ومن النار شكراً اختزينا بشكراً أخواتي الكريمات الشكر موصول لكل من ساهم في إعدادي وإنتاجه وتصويري ومنتاج وإخراج هذه الحلقات من برنامج تنائيات وتقديمها لكم من قناتكم قناة كربلاء مررنا بالقرآن فوجدناه كيف يذكروا السيل والنار مرة ضمنا ومرة تصريحا ومررنا بالروايات وما ذكرت ومررنا الروايات الخاصة بأهل البيت عليهما أبوه صلاة والسلام وكان لدينا مرور على القصة والحكمة والعبرة ومررنا على البحث المهدوي والمتعلقات بظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أو انتظار الإمام الحجة ومررنا على بحث المجتمعي أخلاقي فبداية عند الرضا وختام عند أبي الفضل يمهد لختام عند الرضا هذه صورة هذه الحلقة من ثنائيات لنا ملتقى في يوم قادم وهو غد بإذنه تعالى إلى ذلك الملتقى نستودعكم في حفظ الله وأمنه ورعايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر